رويدا رويدا تعود عجات الانتاج الى الدوران بعدما اوقفتها عصى الجائحة وحدة انتاج الفواكه الحمراء هذه لا تعمل اليوم بطاقتها القصوى لكنها تساهم في المحافظة تدريجيا على خط الانتاج والتصدير في البداية الحاجر لقى صعوبة بالنسبة ليد العاملة والتصدير بحيث ما كانتش عندنا واحد رؤية واضحة لمستقبلنا بعد كورونا مع مرور الوقت قدرنا نسير الوضع بفضل الاجراءات الوقائية اللي اتخذناها وبفضل كذلك التدابير اللي اتخذت هالجيات المختصة في اللول كان لدينا اشكاليات في التصويق بحل جميع القطاعات اللي لقوا مشاكل في اللول ولكن الحمد لله من بعد قدرنا اننا نكملوا الكمباني دينا بأقل خسائر هنا تبدو جالية صرامة اجراءات السلامة الصحية ابتداء من الكمامات وانتهاء بالمشرفين الذين يقفون على احترام مسافة الامان وحدة انتاج تابعة للتعاونية تجمع عدد من المنتجين هي نموذج لوحدة انتاجية اخرى بالمنطقة عانت نفس الاثار جراء الجائحة هذا العام كان هو عام استثنائي بالنسبة للقدرة الانتاجية انخفضت الـ 50% تأثرت بنقص في اليد العاملة لكن موقعت لك في اللول كان لدينا فيها صعوبة ديال التنقل ولا بالنسبة للإجراءات ديال التباعد غير بعيدين عن وحدة الانتاج ضيعة للفواكه الحمراء تعمل على تزويدها بالمادة الاولية بدورها لازالت تعيش تحت ظل التوقف الجزئي للتصدير حجم الطلب في السوق لا يزال من خفضا وتوقعات تقول ان جزءا كبير من انتاج هذه السنة سيبقى رهين وحدات التجميد لفترة اطول قبل ان يعرف طريقه الى الاسواق الاوروبية